لك دم من الله لك بركت الدم طبعا سيطرت ميليشيات حزب الله على تلة موسى في القلمون السوري قبل ايام احتفلت وسائل اعلامها وذهب مؤيدوها للتأكيد انها سبب اطلالة حزن نصر الله وان خطابه سيكون خطابا نصر لكن يبدو ان الفرحة لم تكتمل فالمعارضة شنت هجوما مفاجئا على التلة خلف قتلى وجرح في صفوف الميليشيا خبر استهداف التلة اشعل مواقع التواصل الاجتماعي فراحت التلة قبل الطلة وهو الهاشتاغ الذي اطلقه المغردون معظم التعليقات اتت ساخرة من مدى حاجة النظام وحزب الله لأي نصر معنوي بعد سلسلة الهذائم التي تكبدوها في ادلب ودرع فالمعلقون على فيسبوك وتويتر اعتبروا ان حسن نصر الله سيضطر لكتابة خطابه مرة اخرى في حين سخر اخرون من مدى تضخيم اعلام حزب الله لأهمية التلة عندما السيطروا عليها واذ بها تسقط بعد ثلاثة ايام فقط بينما رأى ناشطون لبنانيون انه لم يعد لدى زعيم حزب الله ما يقوله سوى ان يشتم العرب كما في خطاباته الاربعة الاخيرة ويشرب العصير البارد محمد دغمش العربية